عقد رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش اجتماعاً مع رؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان لمناقشة الحالة الوبائية التي تعرفها المملكة وبعض المستجدات المرتبطة بها خاصة ما يتعلق بضرورة تسريع وثيرة عمل التلقيح لبلوغ المناعة الجماعية وخلال هذا الاجتماع ثمن مختلف رؤساء الأحزاب السياسية الحاضرين قرار الحكومة الأخير القاضي بإعادة فتح الحدود في وجه الرحلة الجوية من وإلى المملكة اللقاء كان لقاءاً تشاورياً وكان حواراً بالأحزاب السياسية بما فيها التي موجودة في المعارضة أو التي في الأغلبية حول الموضوع أولاً فتح الحدود ثم ثانياً الوضعية تلقيح كانت فرصة بالطبع لأولاً تأكيد على عزم كل الأحزاب السياسية للتابعة من أجل العمل لمواجهة الجائحة اليوم احنا أمام قرار مهم هذا القرار اللي طلبنا به حيث تقدم الاشتراكية يتعين أن يواكب بإجراءات بداية إجراءات من أجل الإقدام الجماعي على الجراء الثالثة طرقنا كذلك العمليات والنجاحات الكبرى التي عرفتها بلادنا في هذه محاربة الوباء طرقنا بالخصوص العملية دي اللقاء كما شكل الاجتماع مناسبة للوقوف على أهمية وحساسية الإجراءات التي يتعين اتخاذها من قبل الحكومة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي